وهذه اللياقة زي اللياقة البدنية في اللياقة الروحية اللياقة التي طليق بالمؤمن أن يبتعد ويمتنع عن كل شبه شر وأن نسلك بالقداسة وليس بالنجاسة وأن نسلك بالحق كما يقول الكتاب المقدس فإذن هذا التحذير لإلنا يعني بقول أنه نسلك كما في النهار طب كيف بالنهار لا بالبطر والسكري لا بالمضاجع والعهري لا بالخصام والحسد بل إلبسوا الرب يسوع المسيح بقول فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور وهنا يقول إلبسوا الرب يسوع محتاجين في هذه الأيام نلبس سلاح الله الكامل اللي بيحمي ذهننا من العدو اللي بيحمي جسمنا يكون جسد مقدس لأنه هيكل الله وروح الله يسكن في هذا الجسد فخطواتنا وأقدامنا تكون أقدام المبشرين بالسلام عيوننا تكون عيون نقية وطاهرة أفكارنا أفكار البساطة في المسيح وحياتنا والقلب يكون متجه نحو الرب يعني يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي لأنه من القلب تخرج الأفكار السريرة مثل الزنا والعهارة والفساد وإلى آخره فالرب يحررنا من كل نجاسي من كل فسق من كل عهارة من كل خطيئة غير معترف فيها ونتقدس أمام الرب كلنا كجسد ككنيسة نعيش بقداسة ما مش نقعد نتزمر واحد على الثاني ولا نشكي واحد على الثاني ولا نهين أحدنا الآخر ولا ندمر أحدنا الآخر كلنا محتاجون نعمة المسيح فمحتاجين فعلا نتمسك في الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة